أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول على حد بحث القاصر وسؤال بعض طلبة العلم لم أجد من فرق المرجئة من يقول لا يضر مع الإيمان معصية فهل هذه العبارة معروف قائلها ما يقولونه ما يصرحون به لكن قولهم أنه مؤمن كامل الإيمان هذا معناه أنه لا يضر معصية ما يكون كامل الإيمان إلا إذا كانت لا تضر المعصية نعم هم لا يصرحون بهذه الأمور ما يقولوني بأعظهم الآن ليعتنق مذهب المرجئ وهو ما يعرفه أصلا جبهان هذه المصيبة ما تعلمون نعم